العقرب خلينا نشوف طاقتك طاقتك هاي الشهر اكتر اشي تفكيرك او مشاعرك لوين رايحة او عشو رح تركز رح يكون في عندك ديستبوينت يعني رح يكون في عندك شوي خيبة شوي تفكير بالماضي في حدا مخيب لك املك او رح يخيب لك املك في هاي الكترة او ما رح يكون قد التوقعات اللي انت حاطتها عليه ممكن يكون على اي صعيد لكن انا برجح على العاطفي فرح يكون في عندك شوية اللي هي يعني خيبة امل في هذا الموضوع شايفيتك مبدع جدا رح تكون في هذا الشهر افكارك الداعية في العمل اكيد رح يكون في عندك مشروع ما تبلش فيه او فكرة كنت عم بتفكر فيها وهلأ عم بتسير شايفيتك عم بتكون كتير زكي او قدراتك بهذا الشهر كتير رح تكون اوكي وكتير رح تكون حلوة وفعالة رح تكون مسيطر يعني شوي على موضوع العمل واكتر خلينا نقول اكتر راحة في العمل من بعد تعب في ناس حتى من برج العقرب ما عم يلاقوا شغل او ما في شغل عندهم عم بشوف هذا الشهر عم تاخد كورسات عم تقوي شي معين عندك مو شرط كورسات يعني تروح تاخد ممكن على الانترنت عم بشوفك بتشتغل على شي بتحاول تقوي حالك بشي معين فحلو كتير عم بشوفك عم بتكون بروفيشنال بهذا الاشي عم بتلاقي من وراه شغل او تحوله لشغل ومصدر دخل عم بيحذرك انه اذا كنت خلينا نقول اذا كنت بدك تترك شخص بدك تترك عمل بدك تترك شي بلد او 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 مسكن اجلها ما تخليها بهذا الفترة ما بتاخد قرار بالابتعاد هذا الشهر لانه رح يكون في عندك اكتر من تفكير بانك تبتعد فهذا رح يكون قرار متهور شوي شوي يعني ما تاخد قرارات كتير كبيرة في هذا الشهر مثل سفر مثل انك تطلق مثل من هذا النوع من الافكار لانه بيين عندي المتزوجين في ناس عم بتفكر بالطلاق ولكن ما عم يتم الموضوع عم بيكون عندهم في خيبة امل زي ما قلنا قبل شوي وهون بيين في شوية خيبة امل بالشريك بالنسبة للمتزوجين بالنسبة للمتزوجين عم بشوف شوية مشاكل عم بتصير معاهم هاي الفترة ولكن عم بتمر على خير عم بشوف عم بتصالح وفي مصالحة وممكن تكون للاشخاص المتباعدين احلى كروت يعني للحب والعاطفة بيينت بالابراج لبرج العقرب حتى وفرة مادية يعني من كل النواحي عم بشوف برج العقرب هذا الشهر ان شاء الله كتير رح يكون في عنده وفرة من كل النواحي عم بشوف فيه ممكن تكون علاقة ثلاثية قديمة او يعني طلعت من الموضوع لانكم انتوا الان من بعد فترة غموض كنت تعيش كنت تعيش فترة غموض ما عم تعرف عن الحبيب اشي عم بيكون فيه كتير لغط بينك وبينه مواضيع بتوصل غلط لإلك ولإله فشايف بعد هذا الغموض او بعد هذه العدائية اللي بينك وبينه شايف كل الحب شايف يعني تنف كبس شايف حب كبير بينك وبينه رومانسيات كتير عالية جدا عم بشوف كتير فيه فيه تقدم في العلاقة مهما كنتوا منفصلين او او مع بعض او في في تطور بالعلاقة وبالمشاعر رح ترتقي العلاقة لشي اكبر ولشي حلو مع انك بكبر راسك انت والشريك لكن عم بتكون الامور ماشية على خير يعني مش عارف شي بدأوا الكروت كتير كتير حلوة بمجرد بس خيبة الامل من شخص معين هي الوحيدة اللي كانت مش حلوة لكن باقي الاوراق كتير حلوة بالنسبة للطاقات نسيت احكيها عم بشوف ترابية كتير كتير ترابية عم بشوف جوزة نارية هذا اكتر اشي بيان عندي بيان معي بالنسبة للاشخاص العزاب ايضا ممكن يلاقوا السول ميت تبعهم في اجتماع في فرح في لقاء يعني بين الارايب بين الاصدقاء رح تلاقوه بهاي الطريقة مبين مبين انه اكتر شي برج الميزة العقرب العقرب عم بيحاول انه يوازن كتير بين الوضع المادي او الشريك عم بيحاول انه يجمع الفلوس او يعمل توازن مادي عنده لحتى يتقدم لانه انا شايفة يعني كتير فيه سعادة بينك وبينه وممكن يكون بالمستقبل فيه اولاد وعيلة وشايفة وفرة مالية كتير حلوة بالنسبة فيه ناس فيه ناس من برج العقرب عم بيبين عندي انه عم بيغيروا مسكن عم يطلعوا من مسكن لمسكن تاني وعلى فكرة رح تكون عتبة رزق يعني عندهم في الموقع التاني او المكان التاني حبيبي فيه شوي مشكلة رح تتواجهك فيه اوراق قانونية اوراق في المحكمة يمكن يعني مشكلة صغيرة مادية ممكن تكون ولكن بتمرؤ على خير وفيه عندك صحوة روحانية رح ترجع شوي لصلواتك ادعيتك عم بشوف الشمس بتشرق على علاقتك مع الشريك لو كنتوا متزوجين ولو كنتوا على علاقة او منفصلين الشمس من جديد عم تشرق عليك عم ترجع مثل الطفل ممكن يكون برج القوس او الاسد هذا اكتر اشي يبين فيه ازا فيه الصلوح يبين فيه اوراق حلوة على صعيد العمل وعلى صعيد المادة عم تشوف فيه شراكة عم بتتبلور بين ممكن حتى بينك وبين الشريك يعني بس ممكن ايضا بينك وبين شخص اخر تتبلور شراكة او تبلش تعطي ثمارها هاي الفترة خلينا نشوف ازا فيه تحذيرات لبرج العقرب من شو بيحذر لازم من شو يعني ياخد باله برج العقرب احذر من الناس الجديدة اللي رح تدخل حياتك هاي الفترة مبين عندي فيه شخص ممكن انه يعني يظهر فجأة يعيشك في مشاعر مش صادقة او فيه امور اه يعني غلط انك تفوت فيها اه رح يدخل هذا الشخص على مصلحة بده مصلحة معينة فاحذر من الاشخاص للجداد هذا الشهر يعني مش انه تبعد عنهم او مات اه يعني ما تتعاطى معاهم لا بس انه تدير بالك خلينا ناخد كروت العقل الباطن لالك واحد وللشريك واحد نشوف على ايش عم بتركتوا هاي الفترة بتفكيركم انت بالنسبة لك اه على فكرة في فروقات بينك وبين الحبيب اه معينة عم بتكبر المواضيع وعم بتفكر فيها بعقلك الباطن انه خلص اه يأسان ما في امل اه هاي الشغلات رح تضلها بناتنا رح يضل العوائق هاي موجودة فانا بقولك غير هذا التفكير هذا بالنسبة اليك من ناحية العلاقة او من ناحية الشريك عم بتفكر بهاي الطريقة انه اه ما في امل او العوائق عم بتكون اه يعني قدام اه عيونك بالعكس اه الشريك شايف انه في اه بصيص امل في امل انه تتصلح العلاقة اه في اكتر من اه فرصة ممكن انه اه تصلح الامور شايف الامور اللي انت كنت شايفها قبل شوي اه انها هي عوائق وكان لونها اسود بالنسبة اليك بالنسبة اليه لونها ابيض يعني معناته انه رح تتفركش او هو في عقله الباطن مبين انه اه مصر على الموضوع ولكن مأجل الموضوع فترة صغيرة اه لحتى يتخلص من هاي العوائق او انه يزبط مادياته فهاي اكتر اشي بيان معانا خلينا نشوف اه النصائح او الاوريكلز اللي من طلعلك الدب القطبي وان بقولك انه استاند اب فور يورسيلف ان بقولك انه اه يعني وقف وانت شامخ يعني انت فعلا شخص بيستحق الافضل وقف بشموخ ما تردخ او تتنازل لا تتنازل ابدا بقولك احكي بكل ثقة ولكن بنفس الوقت باحترام يعني بدون غرور يعني برج العقب كتير واثق في نفسه وكتير كذا فبعض الناس بيفكروا او بيعني بخمنوا انه هو شخص مغرور ولكن لا هي ثقة بالنفس فقط فبقولك انه احكي شويت باحترام وبشكل رحيم او بشكل عاطفي لحتى تحصل على الشيء اللي بدك اياه وكأنه بقولك زي الضب القطبي اللي عم بتاقلم او يعمل ادابتيشن يعمل تكيف مع الظروف اللي حواليه الظروف القاسية لحتى يحصل على اللي بده اياه فكأنه بقولك هذا الحكي بقولك انه فيه عناية الهية رح تقودك للسعادة فخفف شوي من حد تفكيرك خفف شوي من مخاوفك قبل شوي بالورق كنت عم تشعر بعدم الامان فبيقولك بس انه يعني خفف شوي انه فيه عناية الهية في الموضوع لذلك بقولك يعني زيد من الصلوات وزيد من الروحانيات هم بقولك الظلام اللي انت كنت تحاسس فيه او عدم الامان لسه عم نحكي في الموضوع عدم الامان او الظلام اللي انت عايش فيه شوي شوي رح يتنور ولكن على اجزاء على خطوات شوي بطيئة فكون صبور وكون قد المسئولية شايف فيه عليك مسئوليات كتير ولكن النور شوي شوي رح يدخل لحياتك الامور التشويش الكمفيوجن اللي انت كنت عايش فيه شوي شوي رح يتلاشى بهذا النور فعم بشوف النور بيدخل لحياتك هون عم بيحكي لك انك عم وكأنك عم تتنافس مع حدا بالصورة عم تركض ركض يعني عم تتنافس او فيه سباق مع الزمن فيه سباق مع اشخاص بقولك تنفس ارتاح شوي ريح حالك شوي يعني المكتوب مكتوب ما تتكثرها على حالك فيه مسئوليات كتير اوكي بس شوي شوي على حالك اعطي لحالك شوية رست شوية راحة طلعت عندي مقلوبة كرت الشجاعة زي ما قلنا قبل شوي انه فيه ناس عم تفهمك غلط الثقة في النفس اللي انت فيها فيه ناس كتير عم تفهمها وكأنها مش شوفت حال وكأنه غرور ولكن ما عم يفهم انه هاي ثقة في النفس بيقولك انه شوي تخفف من هذا الموضوع وسيلف كير بيقولك يعني ركز اكثر اشي على نفسك اعتني بنفسك بيّن قبل شوي انه كان فيه مثل وعكة يعني صحية بسيطة راح تمر فيها فبيقولك انه شوي ريح حالك واهتم بنفسك اكتر راجع الدكتور اذا كنت تحس باي شي ما تذكر هاي الامور لازم تعمل check-up كل فترة فيعني بس بيوصيك بهذا الموضوع بيقولك الفترة الجاية هي فترة emotions هي فترة عواطف رومانسية فشي حالك كتير شو فيه احلى من الرومانسية بيقولك في بعض التجارب التجارب النفسية او الروحانية بيقولك في بعض التجارب الروحانية او النفسية راح تغير من طريقة نظرتك للامور هاي الفترة وللعالم بشكل عام وللك انت بشكل خاص راح تتغير وكأنك عم بتحاول تتغير فكر من وجهة نظرك وجهة نظرت ناحية الامور ناحية نفسك ناحية الاشخاص بيقولك في عندك gift spiritual gift في عندك هدايا روحانية او هبات روحانية من رب العالمين اسمح لها انها تفتح وممكن انك تكون هيلر لنفسك وللاخرين كمان بهاي الفترة او تكون support للناس حواليك بيقولك قدم support عشان تلاقيه كمان من ناس تانين يعني انت تعمل دعم لناس وناس تانين رح يدعموك هذا قانون الانعكاس من القوانين الكونية يعني انت بتعطي الشي بيجي ناس وبيعطيك اياه نفسه واكتر بيقولك الاشي اللي رح يعني اول ما تصحى الاشي اللي بتركز عليه اول ما تصحى هو الاشي اللي رح يتحقق بالمستقبل فلما تصحى من النوم يعني حاول انك تفكر بفكرة او تعود نفسك انك تفكر بفكرة ايجابية اول ما تصحى من النوم وخليها عادي عندك كل يوم هاي نصيحة كمان كانت حلوة هون وكأنه بيحذرك وكأنه بنبهك انه في شخص عم بيحاول يعمل لك اعمال روحانية اعمال شغلات يعني سلبية فبيقولك احترس من هذا الموضوع انت نجمك خفيف ويعني دير بالك من هذا الموضوع اعمل تحصين لحالك سيلفورت بيقولك انه يعني الفترة اللي جاي رح تكون فترة اكتر انك تشعر بنفسك تركز على حالك رح تكون عم تعطي حالك القيمة اللي انت بتستحقها من بعد فترات تضحيات وكذا رح تهتم بحالك اكتر بجوهرك مش بس بمظهرك الخارجي بقولك get ready for new reasons في اشياء بالافق في تطمينات في امال موجودة بالافق من بعيد انت بسبب التشويش اللي انت فيه بالكومفيوجين اللي انت فيه اه ما عم بتشوف هاي الافق او ما عم بتشوف هاي الفرص فيه فرص كتير قدامك بتلوح بالافق ولكن